مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية سلم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لونس مغرمان اليوم بالدوحة إلى رئيس مجلسي الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني سلم رسالة خطية مواجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وبالمناسبة استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحثا سبول الرقي بها إلى مراتب أعلى تماشياً مع توجيهات السامية لقائدي البلدين